ولكن النادي الاهلي ملتزم زي ما قلنا بدوره ووجبه الوطني اللي حتلاقيه على مر التاريخ بداية الكرة المصرية كان نشأتها من قلب النادي الاهلي وزي ما انت قلت بقى يا عسامة هو مش بس مجرد اللاعبين دول ده انا حاخد كمان الناس لفكرة اللاعبين اللي بيمثلوا النادي الاهلي في أولمبياد توكيو ان شاء الله بإذن الله حقاو نتائج جيدة عشرين لاعب في كرة القدم محمد الشيناوي أكرم توفيق صلاح محسن نصر ماهر بكم وطاهر محمد طاهر في اليد عصامة طيار إبراهيم المصري وأحمد عادل تنس طولة خالد عصر محمد البالي يسر حلمي وهنا جودة والعاب القوة إيهاب عبد الرحمن اللي ليه قصة الوحدة ان شاء الله بإذن الله نتكلم عنها لأنها رحلة كفاح يعني ومصطفى الجمل ومحمد حمزة كراتيجيانا مصطفى سباحة قصيرة علي خلاف الله وغطس مع عبد السلام وتنس أرضي ميار الشريف كل التوفيق اللي بعثت المنتخب وبعثت البعثة المصرية الأولمبية في تحقيق مديليات وزي ما قلنا النادي الأهلي زي ما قال فارس منذ البداية طبعا كان الكابتن سيد نصير أول مديليا زهبية اتحققت لمصر طبعا ده كان لاعب النادي الأهلي نتمنى كل التوفيق للبعثة المصرية في تحقيق المبيات والنهاردة المنتخب المصري لكرة اليد أدم صورة مشرفة كالعادة وفاز النهاردة على البرتغال 37-31 نتمنى لي التوفيق والحصول على مدالية بإذن الله